لا تحاتي أنا بأيبلك أنت لت تعنى ولت تصرف أنت بس طلع عمرك من هاي الشغلة يلس وتطمش أنت عبالك أنا ما عرف مكانهم وين وأمرك ما بتعرف قلنا لك خل الريال يصير ياخذ حقه بروحه ترا سليمان ولد عمك زي شارد منهم ترا سليمان درينا لكن إذا أنت سرت بيقولون سار الدس عن عيون عبد الله حش علي دس بليس ولا دس ويزول يلتقع وأنت شو اللي بتغير فيه قلنا لك سليمان ودعمك بلك أنت يا أبوي ما يهمني خلي يولي آه يعني بيككم مشاكل ترى أنا ما يخصني أنتوا أهلية ونار تاكلكم أنا ما لشغل يعني أنت الحيلة ما تبغي شي مني لا يا أبوي لا أبغي مني شي ولا أنت بعد بطلب منك شي آفا يا أبو راشد أشوف السالبة تغيرت ما هي لولية لا 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 أذاك هو أبو راشد الأولي لتحيده رمزتي ما تبدلت ولا خطر في بالي خاطر بو راشد آه شو بعد بو راشد؟ عنا كون بعد أنا وعدتك بشي وخلفته بس قبل أنت كنت أبغي أخطبها هي صح لا؟ هذا كول أحب بي تبدلت الأحوال الحرما سارت ويا ريالي تبغي وش ردت ويا نارتها كلهم أنا وشني تلتقع من زينا الحين شو؟ سلامتك يعني أنت الحين ما يهمك لو تزوجه بلا جمني بسير باك العيش ولحم وبقولهم مبروكين عجيب تبغي الصدق؟ أنا لي الحين مرم صدقي لك ما قلت غلط بشي يشتغل فيه من يوم كنت صغير زين ومنه يقدر يوصل للمحتشم والكل عارف أن كنت تفلي ما تتركه هذا اللي قاهرني يا ضاعن بس في حد عارفني وامراقبني بعد كيف يعني؟ يمكن تسير حق العسل في حد ثاني كان يدخل نفس المكان اللي طلعت منه والحل أنا لازم أخبر أبوي وشو بيقول غير من أنتم سهراني والراقم اللي يسرك يمكن الحرام يسواها مرة ولا مرتين وما يفكر أنه يرجع من كم اليوم أنا حسيت وقلت مع نفسي يمكن أكون غلطان وتكررت مرة ثانية وثالثة يا ضاعن ولكن قمت وحطيت نيشان والحين تأكد دامنك تأكد خلنا نسير الخبر بوناصر لا يا ضاعن نخبر أبوي وأبوي بروح بيخبر بطريقته لأن يوم بيسمع عن أبوي غير عن يوم بيسمع مني أنا نزيل أنت سر وأنا بتمهني نزيل عيل أنا بسير وما بتأخر عليك الله وياك بس ما وصيك بتح عينك عدل يا ضاعن إن شاء الله يلا برخصتك ما الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر